بسم الله الرحمن الرحيم ما أجمل هذه الأيام العظيمة تاريخ من حقنا أن نفخر به لحظات مرت في تاريخ هذا الشعب العظيم استطاع من خلالها أن يبني مجدا وأن يؤسس لدولة عظيمة دولة لشعب مصر عادت مصر للمصريين بعد أن خطفت منا على مدى قرون طويلة من الزمن أصبحنا نحن أصحاب الكلمة والموقف نحن ملاك هذا البلد نحن أبناء هذا البلد ما كان ذلك يمكن أن يحدث إلا لأن مجموعة من الضباط الأحرار الشرفاء بقيادة الزعيم الخالق جمال عبد الناصر انتفضوا من أجل هذا الشعب خرجوا يوم 23 يوليو 52 وضعوا أرواحهم على أكفهم وقرروا أن ينزلوا إلى الميدان وأن يزيلوا هذا الحكم الأجنبي الجاثم على صدورنا لعقود طويلة من الزمن وأن يحرروا البلد من الاستعمار ومن الإقطاع ومن الرأس مالية في سنوات معدودة استطاعوا أن يحققوا الكثير وتولى عبد الناصر قيادة السفينة التي واجهت تعواصف وأزمات متعددة لكننا كنا على يقيم من النصر خرج الشعب المصري والتف حول القائد أدرك معنى الوطنية الحقيقية التي ناضل من أجلها كثيرا حتى تحققت على أرض الواقع بعد نضال طويل دفع فيه الشعب المصري آلاف آلاف الشهداء من أجل هذه اللحظة المهمة احتفلنا الأسبوع الماضي بذكرى مرور سبعين عاما على الثورة ذهبنا إلى ضريح عبد الناصر قابلنا البسطاء العمال الفلاحين المثقفين المناظرين العرب الذين جاءوا من كل حدب وصوب ليقرؤوا الفاتحة على جمال عبد الناصر على روح هذا البطل العظيم الذي سيبقى خالدا في ذاكرة الشعب المصري والعربي وفي ذاكرة كل شرفاء دول العالم الثالث وأفريقيا إلى يوم الدين كثير من الزعماء وكثير من الرؤساء حكبوا هذا البلد لكن عظمة هذا الشعب أنه قادر على الفرز ويدرك تماما حقيقة الدور الذي قام به عبد الناصر ولذلك يبقى دائما الحنين إلى عبد الناصر إلى الزمن الجميل إلى اللحظة الفارقة في تاريخنا إلى هذا الإنسان الذي وقف مع بدايات الصورة في ميدان عبدين يخطب وسط الجماهير ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد نعم كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر والمصريين كنا ندرك تماما أن إخلاص عبد الناصر ومصداقيته وإيمانه ووطنيته وعروبته وشرفه ونزاهته ستخلق أكبر التفاف شعبي حوله ورأينا كيف حدث وماذا حدث في تسعة وعشر يونيو عندما خرج الشعب المصري ليدعم القائد الذي أصيب بنكسة كبيرة في سبع وستين ولو يطالبه بالاستمرار والبقاء وليهتف لعبد الناصر وللوطن وللجيش بأننا حتما سننتصر وخدنا حرب الألف يوم حرب الاستنزاف منذ اللحظات الأولى وبنينا جيشنا بكل قوة وبكل جسارة وبكل إيمان وتغلبنا على اللحظة والتفى الشعب حول القائد وتحمل الأزمات الاقتصادية والجوع والمشاكل والأزمات من أجل لحظات الانتصار التي تحققت في تلاتة وسبعين ومن أجل أن نخرج من الأزمة التي نالت من معنوياتنا في بداية الأمر ولكن سرعانا سرعانا من قلب السحر على الساحر وأصبح البصريون جميعا على قلب رجل واحد كان طبيعيا أن ينظر عبد الناصر بعين ثاقبة إلى مصلحة مصر ومصلحة الأمة قناة سويس التي حفرها المصريون ودفعنا مئة وعشرين ألف شهيد ثمنا لحفر هذه القناة كان طبيعيا أن تعود إلى مصر في الموعد المحدد فشلت محاولة سنة ألف تسعمية وتسعة عندما أراد الإنجليز في هذا الوقت أن يمدوا بامتياز القناة حتى عام ألف تسعمية تمانية وستين وتصدى جميع أعضاء مجل الشورى القوانين والجمعية العمومية ما عدا نائب واحد فقط ورفضوا المشروع المقدم من بطرس غالي في هذا الوقت وعندما جاء يوم السادس والعشرين من يوليو سنة ستة وخمسين وقف عبد الناصر يخطب وسط الجماهير في الإسكندرية معلنا تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية انتفض المصريون كثيرون لم يصدقوا كيف يتحدى عبد الناصر قوى الجبروت العالمي انجلترة وفرنسا وإسرائيل لكن القائد الشجاع المنتمي لتراب هذا الوطن أدرك تماما أن اللحظة موتية وأنه لا تفريط في حق مصر والمصريين أبدا مهما كان الثمن ودليلنا في ذلك قوى العدوان الثلاثي الذي حدثه في عقاب تأميم قناة السويس ورأينا قوى الجبروت العالمي فرنسا وبريطانيا وإسرائيل تبادر بالعدوان في 29 أكتوبر وتبدأ عمليات الضرب المركز على أهلنا في بورسعيد بينما إسرائيل تعبت في أراضي سيناء كان شعب بورسعيد عظيما مناضلا جسورا تحرك الشباب والمرأة والرجال والكبار التحم الجنود مع المقاومة الشعبية برزت أسماء عظيمة لسيدات ورجال قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة ضربوا أروع الأمثلة التي نعلمها لأولادنا ولأجيالنا جيلا وراء جيل وكان عبد الناصر في القلب من الحدث لم يهرب لم يهيدن لم يفاوض وإنما ذهب إلى الأزهر ليقول أنا هنا أولادي هنا وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة أيام تاريخية عظيمة من حقنا أن نتذكرها ونسجلها في ذاكرتنا وفي صفحات تاريخنا المجيد اليوم نقدم لكم فيلما وثائقيا بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأميم قناة السويس من أعداد الزميل وليد الحمدي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة